موسيقى 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 قانونية ممكن يتأدم فيها وبالتالي ننتظر ما قد يطرح وزير العدل لأنه هو كثير متكتم ويقول أنه ما بده يسرب أي أمر إلى الإعلام قبل ما يكون هناك طرح على طاولة مجلس الوزراء وبحسب أيضا معلومات الو تي في أنه يبدو أن ما قد يطرح وزير العدل لا يلاقي انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانتظار هذا الموضوع كيف ممكن أن ينتهي لأن المصارف بارح شفنا أنه اليوم فتحت أبويبان بارح أعلنت أنه كان الإضراب التحذيري على مدى يومين فقط وبالتالي لو لم يكن هناك من أمر إيجابي ما من حل ما على قاعدة يعني لا كسر القضاء ولا أيضا المصارف أنه تكمل عمله يقول مصدر مصرفي للأو تي في لما كان هناك تجاوب من المصارف وأنه ترجع تفتح اليوم هذه الأبواب أما ودائما قضائيا عما حكي ونشر بعض في بعض الأعلام من أنه هناك خطوة أو هناك تسوية ما تقضي بإقالة أو تبديل الأركان الهيئة القضائية ونقصد هنا مدعمة تمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى هذا الكلام مصادر الصراعي حروصت وشددت على أنه غير صحيح على الإطلاق وما نقل على لسان رئيس نجيم مئات هو من يريد أن يبدل أو يغير في أركان الهيئة القضائية مش مزبوط وأكثر من ذلك قالت مصادر الصراعي لأو تيفي أنه رئيس ميقات ينطلق من وجوب أيضا احترام القضاء وعدم تدخل السلطات السياسية في عمل القضاء وبالتالي أي خطوة في هذا الإطار مش مطروحة كما تقول مصادر الصراعي أما مصادر مطلعة على جو بعبدة قالت هذه المصادر أنه أحدا أحدا لم يفاتح حتى اللحظة بعبدة بأي إمكان لتغيير أو تبديل أو تعديل بأركان الهيئة القضائية وأكدت هذه المصادر أن وزير العدل لم يفاتح بعبدة في هذا الموضوع ولم يفتح أصلا هو هذا الموضوع أنه حتى فتحه فيه وبالتالي حتى اللحظة أقول حتى اللحظة أقل رتا أو ما بعرف بأي توقيت ممكن أن يكون فيه تبديلات حتى اللحظة يبدو أن هذا الأمر غير مطروح تبديلات وتغييرات في الهيئة القضائية مدعام التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى كمان قضائيا إشارة مهمة إلى أنه خطوة في اتقام فيها وزير العدل قبيل هذه الجلسة وقع التشكيلات الجزئية تشكيلات القضائية الجزئية لمحاكم هيئة محاكم التمييز التي كانت شاغلة من بعد ما اجتمع بالأمس وعين وبالتالي سيحال هذا المرسوم إلى الحكومة ومن بعد يحال إلى رئيس الجمهورية بطبيعة الحال هذا قضائيا ومصرفيا أما الشقة التيني اللي بدأ أحكي عنه وهو جدا مهم هو الكلام لقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل هذه الجلسة والتي تحدث فيها إلى التصريحات الصادرة عن الخارجية السعودية وكذلك عن الكويت وفي هذا الأمر إيجابية للبنان على خط إعادة أو عودة هذه العلاقات قد تكون عودة طبيعية لعلاقات لبنان مع الدول الخليجية وتحديدا المملكة العربية السعودية وفيما قال رئيس نجيب ميقاتي أن هذه التصريحات الصادرة عن سعودية والكويت تؤشر إلى أن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان مع دول الخليج إلى الزوال قريبا وهذه نقطة جدا مهمة في كلام رئيس نجيب ميقاتي وأكمل بأن هناك مصير مشترك للشعبين اللبناني وأيضا الخليجي وقال أنه أي التزامات تبقى رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تبعا على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات لطبيعتها وقال حرصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وندعو الأشق العرب للوقوف إلى جانب لبنان يعني وهذا تأكيد يمكن رئيس نجيب ميقاتي تأكيد جديد منه بأنه سيتم الالتزام بالبيان الوزاري وطبعا هو يقصد يعني عدم تدخل بشؤون دول وهي دول الوردين في البيان الوزاري كمان مما قالوا ولكن هذه المرة في موضوع القضاء رئيس ميقاتي رجع شدد وهيدي كمان إشارة مهمة أنه جلسة السبت يلي كان سيتم فيها الدعوة لأركان الهيئة القضائية كرر وهيدي يعني أكيد مررها قصدا الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل هذه الجلسة وقال ما مفيده نكرر أن اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير هيدا من بعد ما كيف في كثير بعض الاتهامات ونقل أن الرئيس ميقاتي يريد تدخل السلطة السياسية عبر هيد الدعوة بالقضاء اليوم حرص على التأكيد بأنه هذا الأمر غير مطروح أما فيما خاص فيما خاص جدول الأعمال وهو 39 بند من أهم أبرز ما فيه بنود هيدا الجدول هو عرض وزارة الطاقة والمياه لطلب مؤسسة كهرباء لبنان عملة أجنبية فراش دولار حوالة 75 مليون وهي جزء من السلف اللي كانت أصلا أقرت وتم الموازن الوافع عليها لموضوع الكهرباء وبالتالي وزير الطاقة توقع أنه لا لازم أنه تمر ولكن يجب معرفة إذا كان مصر في لبنان هو قادر يعطي هذه السلفة كمان أختم هذه الرسالة ببند مهم من المتوقع أن يؤت ثم مناقشته وهو يتعلق بسماح بنقل وتصريف ستوكات الرمل والبحث والصخر الموجود داخل المقالع والكسارات وأنا أتحدث عن هذا البندريتا لأنه البعض قرأ فيه هذه رشوة انتخابية على أبواب الانتخابات وهو ما يعتبر أنه تمديد مبطن للمقالع والكسارات ونحن بزمن انتخابات ولكن وزير البيئة قال بأنه هذا الأمر رح يكون فيه ما رح يقبل فيه من دون ضوابط معينة على أي حال ننتظر ما قد تخرج عنه هذه الجلسة علما أنه المعلومة تفيد بأنه قد يكون هناك جلسة الأسبوع المقبل مهمة في قصر بعبداء هذا كل شيء من الصراع الحكومي شكرا لأليك زميلة جوال بو يونس على كل هذه المعلومات رندا لأرجعنا لك ونحن نطلق من الذي قالته جوال فيما يتعلق بالطرح الذي حامله وزير العدل والذي يبدو في تكتم كبير حوله خاصة أنه يجي بالتوازي مع الحديث عن تسوية جريت بين التيار الوطني الحر رئيس الجمهورية من مال والأفريقاء الآخرين اللي كانوا معنيين بقضية انفجار مرفق بيروت من مال تاني نحكى عن هيدا التسوية بين الطرفين بيتطير بسانع ويدات هيك بيرتاحوا جماعة المصارف مثل ما نحكى مقابل تطيير سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى وهيك بيزيح التيار الوطني الحر منافس أساسي لقلو بالانتخابات الرئيسية المقبلة شو صحة كل ما قيل أبدأ بالجزم بأنه لا صحة لأي تسوية تطرح في هذا الإطار لأنه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هن أكثر الأفريقاء المؤمنين والمتمسكين بموضوع فصل السلطات اللي هو وارد بالدستور وبالطالي لا يمكن أنه يدخلوا السياسة والمقايضات السياسية بموضوع قضاء من هذا النوع فأولا ما في تسوية ما في إقالات والتعيينات جديدة وهيدا كله مجرد تكهنات إعلامية وأصلا بمبدئية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية واحد بلا ما يكون عنده معلومة لازم دغري يقول هذا الأمر غير صحيح لأن الرئيس العون والتيار الوطني الحر هن مع فصل السلطات ومع فصل مسار هذه الأزمة إلى شققين هذه الأزمة هي في شيء له علاقة بالقضاء والمصارف وفي شيء له علاقة بالمصارف والوضع المالي الاقتصادي بالطالب يلي عم بيصير بالقضاء ليس انتقاما سياسيا يعني مين بده ينتقم سياسيا من فرنسا بانك أو مين عنده أحسابات سياسية مع رجا سلامة فليس انتقاما سياسيا ما يحصل إنما في ملفات في شبهات في شكاوة ودعاوة عم تتقدم من عدة أطراف إن كان فردية أو إن كان مجموعات عم تتقدم إلى القضاء وخلينا نقول إنه في شئ له علاقة بحقوق المدعين اللي ما كانوا عم يحصلوا عليها وبالأنون كان لهم يحصلوا عليها فصدرت هذا النوع من القرارات القضائية في ملفات تقدمت عن رجا سلامة ورياض سلامة ليس فقط بالداخل وإنما بالخارج والداخل ودعاوة قضائية استندت لهم القادي غادعون والملفين مفصولين موضوع فرنسا بانكشي موضوع رجا سلامة ورياض سلامة شي تاني فكلها مواضيع مفصولة ببعض ولكن عم بيصير في لعبة خبيثة لربط كل هذه المواضيع ببعض للإحاء بأن هناك لعبة سياسية انتقامية في هذا الموضوع طيب منسأل اليوم خصوم الطيار الوطن الحر بالسياسة برأيهم طبعا كل الأمور مربوطة ببعض برأيهم الطيار الوطن الحر يبحث عن إنجاز معين والعهد يبحث عن إنجاز معين لتقديمه للناس قبل الانتخابات بأكدوا ان القاضية غادعون تأتمر وهي قاضية العهد وتأتمر بالأوامر السياسية اللي بتجل الى مشان هيك انفتحت هذه الحرب السياسية اليوم على المصارف وحتى هلأ بنحكي بسيناريو تاني سيناريو الإفلاس وانهيار البلد وكل هيدا التفاصيل بس خصوم الطيار عم بأكدوا على هيدا الشيء أولا هلأد برأيهم الطيار الوطن الحر عنده قصر نظر وما بيعرف إنه إقفال المصارف أو أي خضة مصرفية تنقلب عليه وليس معه هيدا السؤال الأول يعني بشو استفاد الطيار الوطن الحر إذا أقفلت المصارف وصاروا الناس يصرخوا قدام الأيتي أمات ما فيه ولا ليرة بالطالة لا الطيار الوطن الحر عنده بعض نظر وبيعرف إنه إذا هيدا منه موضوع للاستثمار الانتخابي وهو بعيد كل البعد عن هيدا الموضوع بالعكس هيدا بينضر عليه ما شو ما صار بيحطوها بيضهر الطيار الوطن الحر ورئيس عون وقفوا الناس قدام الأيتي أمات ما فيه مصاري قالوا جبران باسيل والتيار الوطن الحر فما فيه إفادة حتى إذا بدألك إنه والله فيه إفادة إنه ما بعتقد فيها الأدقصر نظر عند التيار ليفوت بهذه اللعبة الخاسرة سلفان وكل الناس بتعرف إنه خاسرة تانيا استغلال هذا الموضوع إنه طلع قرار قضائي لأقفال أو حجز موجودات لمصرف بفرعين من إنه مليارات الدولارات راحت من طريق الموضوعين وما منعرف وينهم يعني طلعت صرخة الناس على أقفال فرع بانك وما طلعت صرخة الناس أو صرخة السياسيين على ضياع حقوق الموضوعين على ضياع 95% من أموال الناس اللي مثلي ومثلك اللي عندن اللي هنه موضوعين صغار تحت الميتين ألف دولار ما شدوا لحتى يقروا اقتراح أنون استعادة الأموال المحولة هذه هي الإنجازات التي يسعى إليها التيار الوطني الحر اللي هي إقرار قانون الكابيتل كنترول لحتى ما بقى يتهرب كان لازم ينقر من سنتين ثلاثة من وقت ما أدموا أو ضغطوا بهذا الاتجاه التيار الوطني الحر من خلال مظاهرة من خلال كتاب رسمي إلى مصرف لبنان من خلال دعوة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلومانية من خلال اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة أو كلهم ما شفون وما ضغطوا فيهم بس قرار قضائي لا إلنا عليها بالقادية ولا إلنا عليها بالبنك ولا هيدا أصلا طموحنا التيار الوطني الحر يريد أن يوازن بين الإصلاح من جهة وبين الحفاظ على القطاع المصرفي من جهة وعيكون فكرك أنه نحن بدنا ينهار القطاع المصرفي إيه أنتو اليوم متهمين يعني في حملة تشن على التيار الوطني الحر أنه هو حليف حزب الله حزب الله يسعى لإقامة شبكته الخاصة وينما كان بالعسكر بالأمن بالسياسة حتى وصولا إلى القطاع المالي لذلك يعني حزب الله والتيار الوطني الحر لأنهم كثير مزعوجين إذا بيشوفوا انهيار تام للقطاع المصرفي خدمة لمصالح حزب الله هكذا يروج يعني عن جد مضحكين هذه المقولات أول شي حزب الله عنده قطاعه المالي ومش بحاجة للقطاع المصرفي الرسمي أو للمصارف العاملة على الأرض اللبنانية واللي عندها مصارف مراسلة بالخارج فحزب الله مدبر حاله ما حدا يعتلهمه منه بحاجة أنه يعني يستفيد من القطاع المصرفي فهذا واحد اثنين التيار الوطني الحر نعم مقتنع بالاقتصاد المنتج ولكن جزء من الاقتصاد هو القطاع المصرفي ولما أنت يكون بديك اقتصاد قوي معنات أنت بديك تحافظ على القطاع المصرفي وبذات الوقت بديك تعزز القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة ليش منستفيد نحن اذا نهار القطاع المصرفي المساهم بانهيار القطاع المصرفي هنا اولا الدولة اللبنانية بسياساتها السابقة يلي فوتت المصارف بموضوع الفوائد والديون وفاتت بهيدا اللعبة فأزن مش مشالعون هو وراء هذه السياسة المالية ولا الطيار الوطن الحر وراء هذه السياسة المالية اثنين مصرف لبنان المركزي برئاسة رياض سلامة لأنه نحن عقيمنا ما منتذكر غيره اصلا هو كان شريك اساسي بهذه اللعبة وغطيها ومشي فيها وفات فيها فكمان وين الطيار الوطن الحر والرئيس عون من المصرف المركزي اللي هو نفذ هذه السياسات الثلاثة القطاع المصرفي كمان اللي قبل انه يلعب هذه اللعبة واللي من وراء هذه اللعبة لم يحمي حقوق المدعين وفضل انه يعمل ارباح طائلة وسريعة على حساب استمراريته وديمومته بشكل مستقر وبشكل هادئ بس هابي نبدو عليها مقابل وعود سياسية اجيت انه نحن رح نعمل هيدا الاصلاحات وبالتالي هيدا الاموال رح تنرد يوما ما فقطاع المصرف بيعتبر حاله هو بريء ما عليه اي زنب بكل هيدا الاصلاحات هو بالعكس حط امواله خدمة للدولة طلعت الدولة اخر شي طيارة الاموال من مسؤول عنا بحسب قطاع المصرف مسؤول عنا السياسيين وحتى من ضمنهم التيار الوطني الحر اللي كان مشارك بالسلطة التنفيذية من 2008 هلا نحن اول شي مش عام نحمل المصارف كل المسؤولية ولكن لما انا يجي ينعرض علي عرض طيب ما انا كقطاع مصرفة مفروض يكون عندي رؤية مفروض اعرف ما معروفة يعني حيالا حدا بيعرف انه الفوائد العالية تساوي مخاطر عالية فولو ما عندهم رؤية القطاع المصرفة ما عندهم مستشارين ماليين يقولولون انتبهوا يا جماعة هذه اللعبة خطيرة ستؤدي لهنيك ولكن شو بدنا نعمل بالطماع وبالفساد بلبنان وبسوء الادارة يلي اجتمعوا كلهم مع بعض نوصلونا لهذه النتيجة اثنين بموضوع السلطة التنفيذية التيار الوطني الحر هو كتل كبير واساسية ولكنه لم يكن يوما الاكترية يعني لا خطة الاقتصادية مرأت لا بيقدر يمر قانون لا بيقدر يمر خطة مثل ما هو بده عمل خطة الكهرباء عرقلوها لانه في وزارة المال بده تمضي اذا ما مضت وزارة المال ما بنقدر نعمل معمل اذا اخدوا ارار يعني اذا بتراجع كل الارارات بحرب دائمة كان التيار الوطني الحر من اجل انقاذ هذا القطاع من اجل انقاذ الوضع المال لتغيير السياسة المالية والاقتصادية الذهاب الى اقتصاد منتج ولكن ما بيقدر يفرضون بيظل انه ما في معه اكترية بيظل الديمقراطية التوافقية بيظل اقليات كل واحدة عندها وجهة نظرة والدليل انه طيب ونينه هو التيار الوطني الحر ما مرأت طيب كيف واحد بيطرح قانونه ما بيمرأت معناتها نعم هو كتلة كبيرة واساسية ولكنه ليس ولا يوم كان عنده الاكترية بمجلس الوزراء لا ممكن يكون عنده كتلة تعطيلية لمشاريع سيئة ولكن ما عنده كتلة بتمشي القانون المنيح او الاصلاح المنيح من اول نهار عم بيحكي عن كابيتل كنترول هلأ صرخة المصارف شو دخيلكون عملوا لنا كابيتل كنترول من ايما تعم يحكي فيها التيار الوطني الحر ومين اللي وقفها يعني الاوانين المحاكم الجرائم المالية هلأ استرداد الاموال المحولة طيب ما هود كلهم طرحا التيار الوطني الحر ومقدم فيهم ملفات للقضاء اذا القضاء ما تحرك وانت مش القضاء واذا السلطة التنفيذية ما تحركت وانت مش الأكترية واذا مجلس النواب ما اقر للأنون وانت مش الأكترية شو بتقدر تعملي غير انه تسعت حاربة تفتح معارك وهون مطلوب انه الناس يميزوا ويكونوا معك بهذه المعارك لانه كل التهم على التيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون بينما الحقيقة حقيقة الانهيار وجهنم والفساد بمكان آخر تماما هيدا التعمية على الرأي العام خطيرة جدا لأنه شو بتعمل بتثبت الفاسد بموقع وبتخلي هذه السياسة الخطيرة ماشية وبتجرم البريء وبتبرق المجرم طيب شو عم نعمل عم ناخد البلد إلى المزيد من الانهيار باتهام البريء وتبرئة المجرم عظيم بس احنا هلأ وصلنا لهون التيار الوطني الحر خاد معركة طويلة عريضة وبعضه يمكن عم بخوضها بواجه حاكم مصر في لبنان رياض سلامة في تطور اساسي صار بالملف توقيف شقيق الحاكم هذا ما انه تفصيل انه يتوقف رجع سلامة وبالساعة المقبلة في جلسة جديدة لقل و بكرة الخميس سنشوف على ضوء شو بيتقرر اي تداعيات لهذا الامر كيف رح ينعكس على وضع حاكم مصر في لبنان برأيك تالت شي مش بعدها الحماية والغطاء الخارج مؤمن لرياض سلامة شوية معركة يعني كتير صعبة مش واقعية ما في ولا معركة غير واقعية طالما انت بلشت بالمعركة اكثر المعارك غير الواقعية بلبنان كانت معركة تحرير لبنان ولبنان تحرر ولو بعد حين فنحنا بيقول اب مشال حايك بدنا كمشة ناس تقامن بالمستحيل وتعمل المستحيل قضيتها لتقدر تحولها لممكن فنحنا هالكمشة الناس اللي عاملين المستحيل قضيتنا لنحوله لممكن ايه المعارك صعبة المعارك صعبة لعدة اسباب صعبة اولا لانه في عندك منظومة فاسدة متجزرة فهيدي المنظومة فيت يعني متشعبة بكل مؤسسات الدولة اثنين لانه ما عندك خارج داعم للفكر الاصلاحي الحقيقي لانه بدون الناس فاسدين لانه هين الفاسد يكون مرتهن تشتري وبتبيع معه تينفز لكم شريع فالسيادة والوطنة والابضايا والعنيد واللي بيقول لا هيدا ما كتير بيحبوه الخارج فعندك الخارج كمان مش مش حاله واشتغلوا على نقطة تلتة اللي هي تضليل الرأي العام وتعمية الرأي العام عن الحقيقة وتحميل المسئولية للتيار والرئيس بكل الموبقات فعندك هالثلات عناصر ما بتساعد ولكن بمجرد ما فيه كمشة رجال ونساء مؤمنين انه يخوضوا هذه المعركة في كتير اشياء تحققت ريتا يمكن الناس مش منتبهين لا لم يتحقق بلبنان الشراكة هيدا مش تفصيل بالحياة اللبنانية ومش تفصيل بالحفاظ تحققت من بعض معارك وبعدها اليوم المعارك مش انه تحققت وصارت مسلمة ليش فيك ايه اكيد نحنا ممنوع بمعركة عبكرة الصبح نتيجتها لانه المعركة صعبة مش هين انك تغير سياسة مالية واقتصادية عمره 30 سنة ولا هين تغير حاكم مصري في لبنان مشبك مع رجال الدين ورجال السياسة ورجال الاعمال المنظومة المتشبكة مع بعضها وحتى الامن والقضاء داخل فيها ايه المعركة صعبة اكيد ولكن الاستسلام ممنوع وهيدا المعركة اكيد رح توصل لنتيجة اولا هل كان هناك من يحلم في لبنان انه ينطال رياض سلامة بملفات بالخارج وتفتح عليه دعاوة بالخارج هل كان في حدا عم يتجرأ يطرح اقالة او استقالة رياض سلامة هل في حدا هل صار حدث مثل اليوم انت عم تقول توقيف رجاء سلامة مش تفصيل صحيح وهيدا لو ما بلشت المعركة ما كنا وصلنا لهون هاو دي خليني لك احجار اساسية ببناء الاصلاح التداعيات كانوا يقولوا لنا اذا بتشيلوا رياض سلامة رح الدولار يصير ب10 تلاف و15 ألف بقى رياض سلامة اليوم الدولار ب24 ألف وكان وصل لتلاتين وبس تحت يحافظ على حاله رجع رقلاجة على العشرين و22 هلأ وصلنا للأربعة وعشرين ألف فإذا ما حدا يخاف من التداعيات لأن التداعيات قد توجع بأول مرحلة ولكنها جيدة للمرحلة المقبلة أنا بعتقد واضح مش رايح الاتجاه لتصعيد واضح الاتجاه نحو الاحتواء هلأ مثلا بمجلس الوزراء معلومات الو تي في تقول أنه مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلف من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضاء المصرفي يعني يقرأ بهذا الشيء أنه كأنه نوضع حد للتصعيد كأنه الأمور رايحة للملمتها وضبضبطها لا خليني أقولك ريتا أنه ما فيك تعالج الأمور بانفجار خاصة بوضع متأزمة اللبنان على بواب انتخابات نيابية الكل نحن سناخد هذه المعركة بالسلاح الحي والزخيرة المتفجرة عمقول أنه هذه المعركة يجب أن تخاض وسط توصل إلى النتائج مش معناتها أنه في تصعيد وفي حرب وفي دمار وفي ما لا أكيد بدنا نوصل لتسويات ولكن هذه التسويات شوي شوي رح تكون لصالح الناس بالإضافة إلى المسار القضائي يلي فيه توقيف رجا سلامة يلي فيه الدعاوة على رياض سلامة على مساعدته على الأوكرانية كمان فهذا المسار القضائي مش معناتها أنا بدأت فجر بلبنان هذا مسار قضائي ماشي فيه ملف بين إيدين القاضي يغادعون أحالة هذا الملف إلى قادي التحقيق الأول ولمنصور فيه ملفات قضائية أنا اللي عمقوله أنه بديك تمشي بمسارين متوازيين بديك تمشي بالمسار القضائي والمسار القضائي يخذ مجرى أو بديك تمشي بالمسار السياسي لمنع تفجير البلد لأنه قد يستغل البعض هذه الأوضاع والمستجدات لتفجير البلد فعندك هيك نقاط بديك تمشي بيناتهم يقال أنه أنتو بالتهمين بهذا السيناريو يقال أنه هناك من تقصد اتخاذ هذه الإجراءات بحق المصارف الإجراءات القضائية تحتى يوصلوا المصارف يعني الإضراب العام والشامل إضراب عام وشامل يعني ما في رواتب ناس ما في لبل أتأم مصاري ما في شي بيصير في ثورة بيهتز وضع البلد وهيك بتطير الانتخابات بما يلائم مصلحة التيار الوطني الحر أكيد ريته هذا السيناريو أول شي تطير الانتخابات ليس لصالح التيار الوطني الحر إنما لصالح خصوم التيار الوطني الحر يلي كانوا وعدين ووهمين الخارج وخصوصا الولايات المتحدة والغرب والخليج إنه نحنا بدنا نشيل حزب الله والتيار الوطني الحر وهذه الأكترية وبدنا نفوت على أكترية جديدة ومناخد لبنان إلى مكان آخر ومن نفذ لكم نكلم شريعكم وبلشوا هالسفرات انبسطوا بالمشروع رصدوا 3 مليار دولار لحتى يمشوا بهذا المشروع وبلشوا يكلفوا شركات أحصاء وأجهزة استخباراتية وموظفين بالسفرات إنه تفضلوا يا جماعة ادرسوا لنا الوضع وعملوا لنا طارير وعملوا لنا إحصاءات تبين كيف الوضع بلبنان وإذ تأتي النتيجة إنه حزب الله وتيار الوطني الحر وبعض الحلفاء مش بس سيحافظون على حالهم رح يكبروا هذه الأكترية اللي هي أكترية استراتيجية بالداخل ما في أكتريات في مجموعة أقليات تتصارع بالتفاصيل السياسية ولكن عم بحكي بالشكل العام بالأرقام التيار الوطني الحر وضعه جيد جدا القوات اللبنانية وضعه مش مثل ما أوهمت لا ناسا ولا الجمهور اللبناني ولا الخارج اللي عم بيعطيها فاندريزينج فمن يريد تطيير الانتخابات اليوم التيار الوطني الحر مرتاحة واضعه حزب الله مرتاحة واضعه بينما الآخرين مين السورة المفككة المفتتة يلي مش عم تقدر تجتمع على لويح وحدة اللي عم بتزيد لويحها وهي ده بيجي لصالح التيار ولصالح حزب الله ما كل ما كتره الخصوم كل ما هنتر تحت أكتر ولا القوات اللبنانية يلي كمان شوف ترشيحاتها وشوف قديش مزروكة بالمناطق وخاصة مع خسارة الحليف السنة ومع النقمة السنية اللي تعاطفت مع سعد الحريرة واعتبرت انه سمير جعجع اللي غدر بسعد الحريرة اجأ بده يخدها على حساب سعد الحريرة من بعد ما غدر فيه فكل هذه المعطيات تؤكد وتؤشر كفة بينهم نشوف كمان اذا الحلف بيبقى بينهم وبين الاشتراك لانه كمان يهتز الحلف بشوفه علي صحيح خاصة انه وليد جنبلاط مصر على شروطه فاما ان تقبل القوات اللبنانية بشروط وليد جنبلاط وهي ده بتكون ضربة لألة واما انه ينفك التحالف وهي ده كمان ضربة لألة فما حدا يوهم الناس انه اللي بمأزق هو التيار الوطن الحر هو حزب الله هو العكس تمام من يريد تطيير الانتخابات اليوم هن الجهة اللي كانت مفكرة بسيناريو وطلعت حساباتها غلط فأولا التيار يريد الانتخابات وبموعدات حججوا انه التيار طرح الميجا سنتر طيطرير الانتخابات قالوا انه نحن عم نعمل الميجا سنتر كرميل الناس بس طيارته الميجا سنتر عادة نحن ماشيين بالانتخابات وقد أعلن مرشحيه وعم يشتغل على برنامجه تانيا ما بيعرف التيار الوطن الحر بوسط الماكينات الاعلامية والسياسية انه حيالله نقمة شعبية بتصير هي رح تكون ضده وموجهة عليه بالتالي اللي بده يخلق النقمة الشعبية هنه خصوم التيار الوطن الحر يعني اللي بده يسكر لك الاتم هو خصم التيار الوطن الحر ياللي بده يعمل فوضى مالية هو خصم التيار الوطن الحر وانه بلش يفكروا بسيناريوهات بالخارج انه نحن محرجين بالخارج عم بيقولوا بينهم وبين حالهم وبيل دراسات تبعون انه نحن محرجين لانه لا بقي فينا نقول انه نحن مش مع الانتخابات ومعن بيلاقوا مخرج لحتى يطيروا هذه الانتخابات الافريقاء بلبنان كمان ما بيقدروا يعلنوا جهارا انه هنه ضد الانتخابات فعم بيفكروا بسيناريوهات تخفف من هذه الازمة تبعون ووحدة منهم هي الفوضى المالية التي تضغط على المواطن إما لتطيير الانتخابات وإما لتخفيف المشاركة إلى الحد الأدنى وبيعتبروا أنه كلما خفت المشاركة كلما تأثروا أكثر التيار وحزب الله وغيره رندلة بس ممكن اللي يناقض هذا الشيء اللي عم تتفضلي فيه أنه الإجراءات القضائية تخذتها قاضية قريبة من العهد يعني إذا الخارج بده يطير الانتخابات بدي أمشي معك بزات التفكير إذا الخارج بده يطير هو الانتخابات وبيهمه يخلق فوضى ما تبما القاضية عون هين اللي عم تتخذ هذه الإجراءات بس خليني أقول لك هلأ قصة أقفال المصرف ما لعليق القاضية عون بهذا الموضوع بس هلنا عم نحكي عن قرارات منع السفر قرارات منع التصرف منع التصرف بالأملك لأنه في ناس مودعين موجوعين عندهم حق أنونة ما حصلوا عليه راحوا أقدموا دعوة قضائية بس ما قالت له نسكروا لابنكي وما تحطوا مصارب الاتمات هذا ليس القرار إذا هن استغلوا هذا القرار وفسروا عزوهم حتى الدراسة القانونية اللي طلعت بعد قرار القادية عناني بموضوع فرانسا بانك بتقلك أنه الحجز على الموجودات والأقفال بالشمعة الأحمر لفروع بالفرانس بفرانسا بانك لا تعطي الحق لفرانسا بانك أنه يحرم المواطنين من رواتبهم فلا ما فينا يعني هذا استغلال لقرار قضائي أولا لضرب القرارات القضائية ويصيروا الناس ضد القرارات القضائية أنه شوفوا طلعوا قرار قضائي ضد مصرف معين لكوا كيف نقلبت عن الناس فهون القضاء شو بيعملوا بيرجعوا لورا وبيقولوا لك بلا ما نكفب هالهمروجة لأنه عم ترتد علينا سلبا فشو عم بيعملوا جماعة المنظومة الفاسدة وأتباعة بينسفوا القرار القضائي بخوفوا من أنه قرارات قضائية بينما القرارات القضائية هي قرارات إصلاحية ليش إذا راح تقاضي قالت أنت بدك تعطي المصريات طبع هيدا المودع للمودع هيدا لا بتسكر بانك ولا بتعمل أزمة ولا بتعمل شي بس أنه عم بيستغلوها تحتى يضيقوا على الناس أكتر وقت يضيقوا على الناس أكتر بالجو العام النأمة عمين على العهد على رئيس الجمهورية على حزب الله فإذا القرار ما بيحرم للمودعين من مصرياتهم وحتى إذا حبس واحد فاسد ليش كل الناس بده تدفع التمن وليش طيار الوطن الحور بده يدفع التمن بالعكس بدل ما الناس يكونوا دعمين لهذا الموضوع وعم بيقولوا برافو بلشت القرارات القضائية وفي عنا قضاة جريئين وشجعان عم بياخدوا هيك قرارات تدعموهن كرمالكن انتو ما هيدا وسيلة ضغط على المصرف لأنتو تاخدوا حقوقكن مش بالعكس مش قرار بيخلي المصرف أنه يشد الخناء عليكن بس قدمهن مخنوقين عم بيخنقوا المواطن تطلع النأمة على الآخرين صورتي لي وضع التيار أنه هو يقارب ملف الانتخابات والاستحاق أنه مرتاح التيار منه مقزوم بهذه الانتخابات بس إذا التيار منه مقزوم ليش طالع السيد نصر الله وعطى هذا الكلام اللي كان مفاجئ أنه يصرح السيد نصر الله على أنه نحن أمنا نوابنا هلأ عم نشتغل على حواصل حلفائنا إذا التيار ليس مقزوما ليش الحاجة لحزب الله خلينا أقول لك أول شي كلام السيد نصر الله لا جديد ولا مفاجئ وكل عمره السيد نصر الله لما يلتزم بتحالف يعمل على أساس أنه هذه المعركة هي معركة واحدة لأفريقاء هذا التحالف فأولا بالنسبة لأليه أبدا منه مفاجئ والسيد نصر الله لما أنت تعمل حلف انتخابي طبيعي شو أنك تتبادل أصوات وأنك تنزل على ذات اللوايا لما يقول وقال بالحرف معركتنا بالانتخابات النيابية هي معركة حلفائنا مثل ما هي معركتنا الأد حدود هيدا طبيعي هيدا تفسير الواقع المنطقي الطبيعي لأي حلف انتخابي لش أنت بتتحيلها فكر مال شو مش تتزيد حواصل هذا الحلف مش تحتى تتبادل الأصوات بس الطيار ما عمل تحالفات ما بتشبهه لحد هلأ اللوايح يمكن ليحتين ثلاثة تسجلوا بعد ما اكتملت اللوايح بس لهلأ يعني تحالف الطيار الوطني الحر وحركة أمل إنه هيدا تحالف يشبه الطيار ويشبه خطاب الطيار بالقليلة بآخر من 17-20 لليوم يشبه حروب الطيار بوجه الرئيس بره خلينا أقولك بداية أنه الحلف الأساسي للطيار الوطني الحر هو مع حزب الله وهذا ليس مستجدا لأنه في وثيقة تفاهم بدأت بالألفين وستة واليوم عم ينشغل على تطويره في عتب متبادل في إشياء لم تطبق بهذه الوثيقة في مرات طلعاته نزلت بالعلاقة ولكن هذه العلاقة قائمة وثابتة ومستمرة وبالتالي بيه تحت هيدا الإطار إجاء الحديث الانتخابي من ضمن باكيج سلة فيها عدة عنوين سياسية على علاقة ببناء الدولة بمكافحة الفساد بكيفية التعامل والتعاون بالفترة المقبلة على صعيد مجلس النواب على صعيد مجلس الوزراء فهيدا التحالف بالذات غير منفصل عن التفاهم السياسي يلي يتم تطويره هذا واحد اثنين حزب الله هو حليف حركة أمل العضوي وله أسبابه بذلك حتى لو حتى هو عنده عتب أحيانا على الرئيس نبيه بري وجمهوره ربما كمان يكون في بعض العتب على حركة أمل ولكن هذا الحلف عضوي حفاظا على الوحدة الشيعية اللي انطلاءا منها بتقدري تحافظي كمان على الوحدة الوطنية فأنت ما فيك تحطي حزب الله بموقف يا أنا يا هو حزب الله ما بتقدري تزركي هيدا الزركة فهل بتفكي تفاهمك مع حزب الله هذا مش لصالح البلد هل بتتعاوني على القطعة انتخابيا مع حركة أمل قد يقول البعض أنه بالمبدئية يعني إذا بديك تخديها مبدئية صافية أنه لا مش لازم نتعامل مع حركة أمل أو التيار موطن الحر يتحالف مع حركة أمل لأنه خطابنا ما بيشبه خطابهم لأنه في بعض الملفات اللي نشتبه بها وأنه الرئيس بر اللي يديه فيها اللي يديه بتعطيل بعض القوانين كان موجود بالسلطة من 92 وشريك أساسي بهذه المنظومة بالحريرية السياسية وهيدا حق بيطرحوا أي تياري ولكن خليني أقول أنه هيدا تفاهم انتخابي لحظوي محطوي ما له علاقة بحلف سياسي واسع لو إجا الرئيس نبيه بري قال لك أنت بديك تتخلى عن مطالباتك بالتدقيق الجنائة تنتحلف معك أو أنت بديك تتخلى عن سوابتك الأساسية العلاقة بالإصلاح أو مكافحة الفساد أو أنت ممنوعة قدمه الملف للقضاء حكما ما بتروحي إلى تفاهم انتخابي ولكن طالما هذا التفاهم غير مشروط إلا بإطار أنه نازل أنت وياهم على فرد ليحة وهيدي طبيعة تشكيل اللويح بلبنان ما حدا بيقدر يشكل ليحة معه فأنت وحزب الله وحركة أمل بديك تنوجده يعني أنت مسيحي والشيعي الشيعي وحزب الله حليفك عنده حليف وحركة أمل بديك تنوجده طبيعيا بهيدي اللويح وإذا صار فيه نوع من الأصوات اللي إذا بديك تمزج بين المبدئية والواقعية الواقعية شو بتقلك اليوم قد ما فيك تكبرك تلتيك لحتى أنت تكبر عدد النواب الذين يسعون إلى الإصلاح بيساعدوك بالتصويت بمجلس النواب بس بأي فايدة هذا السؤال يعني عن طول هذه النظرية أنه بنا ننسوش تحالفات انتخابية وهي تحالفات فقط انتخابية نقدر نكبر الكتلة بس ما قبل شوية بعدك عم تشرح أنه بالداخل ما في أكترية بالداخل يمكن فريق واحد يمكن تكون كتلة من ثلاث نواب قادر يعطل وفريق يكون عنده خمسين نايب ما انه قادر يعمل شي أنا عم بحكي عن الأكترية عم بحكي عن كتلة التيار الوطن الحر بحكي بأي هدف تكون كتلة كبيرة بالحسابات التيار الوطن الحر لكن مرات ما بتفرق على صوت وصوتين وثلاث أصوات هلأ حسب دين تجرة تبع الرئيس برية يعني هلأ ما عملك شو أنه أنت اليوم بالانتخابات كل حزب سياسي هلأ شو بديك بالطبوية ريتها وبي أنه ما حدا أديس ولكن في حدا أفضل من حدا في حدا حامل معركة وقضية ولكن لما يجي وقت أنه في اليوم انتخابات كل حزب بما فيهم اللي ادعوا الثورة و17 هدفهم شو أنه يعملوا أكبر كتلة ممكنة بمجلس النواب أولا إلا عليها بالوجود تانيا إلا عليها بأديش بتقدر تكبر حجمك لتقدر تضغط من جوة صحيح أنه ما بتقدر تعمل الأعجيب بظل هذا النظام ولذلك يطرح رئيس التيار الوطن الحر ورئيس الجمهورية موضوع تطوير النظام وهو أساسي بالمرحلة الجاية مطروح اللامركزية الإدارية الموسعة والمالية الموسعة وهي كمان شيء أساسي للمرحلة المقبلة فأنت اليوم مصلحتك انتخابية مصلحتك الانتخابية هي مصلحة التيار الوطن الحر ولكن نحن نعتقد على الأقل نحن أن مصلحة التيار الوطن الحر هي مصلحة الوطن فأديش بيكون التيار حاضر وكبير أديش التيار بيكون بأمان أكثر فاليوم مصلحتك الانتخابية تقتضي أنه تعمل نوع من التحالفات من دون أن تتخلي عن قضاياك ومبدئيتك يعني عم تمسج بين الواقع وبين المبدئية لتقدر تحقيق مصالحك الانتخابية وتقدر بعدين تحارب وتفوت بمعاركك اللي أنت ما تخليتي عنها يعني عم بلك أنه لو في شرط بالمقابل أكيد ما بتفوت لهيك تفاهم ولكن إذا ما في شرط إذا بس أنه هل قد منتبضها الأصوات أو مننزل عفرد ليحة ماشي الحال أيدي منطوية الصفحة بثمانة أيار وانت بتكمل بالقضايا اللي رفعتيا بالقوانين اللي مقدمتيا بالخطط اللي بديك إياها تمام قداش تلقى ضربات الطيار الوطني الحر على صعيد الداخلي للطيار الوطني الحر نتيجة هذه الانتخابات النائب حكمة ديب استقال نحكى أيضا عن النائب السابق نبيل نقول لها رجعت توضحيت شفنا نائب رئيس الطيار الوطني الحر طارق الخطيب ترشح مش معروف ما بعرف أنا على القليلة ما بعرف ممكن حضرتك بتعرف أكتر مني إذا كانت القيادة على علم بهذا الترشح ولا لا ماريو عون ترشح هو على خلاف مع قيادة الطيار حول موضوع الانتخابات يعني فيه هيك تشتت فيه بلبلة شو عم بيصير داخل الطيار الوطني الحر ريتا أول شيء كل الأحزاب بفترة الانتخابات فيه ناس بدا تزعل وناس بدا ترضى لأنه نحنا تقريبا 40 ألف منتسب بالطيار الوطني الحر بس ما فيه 40 ألف مقعد لتترشح عليه فعنديك دايما فيه ناس بده ياخد على خطرة قبل ما أرجع للطيار رح أحكي عن الطيار مش عم بهرب من الموضوع ولكن طيب شو فيه حزب الكتائب يلي هو حزب أصغر بكتير وإياداته معروفين وصار فيه خلافات أكبر بكتير يعني سامر سعادي اللي هو ركن أساسي بالطيار الوطني الحر اللي هو ابنه رئيس سابق للكتائب اللبنانية راحوا أخدوا مجد حرب على سامر سعادي وراح سامر سعادي وترشح لحاله زيت الشيء كمان صار بكسروان سلامة زيت الشيء صار بالمتن يعني هده حزب الكتائب قديش حزب اليوم صغير وما عنده الحضور والقيادات والشخصيات اللي عندها هالتيار الوطني الحر هيده طبيعية جدا بأي معركة انتخابية انه جيت انت عم بتقولي لشخص نحنا اليوم نقترح شخص تاني للانتخابات ممكن حدا ياخد على خاطره هلا إذا من 40 ألف منتسب في 3 أو 4 أخد على خاطرهم ما بعتقد انه هيده بتعني انه زعزعة بداخل التيار وقزمة بداخل التيار لا بس إذا بديك نحكي بالتفصيل كمان ما في مشكلة النائب حكمة ديب نحنا في عنا قلية داخلية بتيار الوطني الحر طيب مرت الماضي كانت تالت مرة بياخد فرسته النائب حكمة ديب والتيار الوطني الحر كله وقف إلى جانبه اليوم الاستطلاعات بتقول انه قد تكون حظوظ النائب حكمة ديب هي حظوظ مش كبيرة وبما انه اندي عم تشتغلي اليوم هو مش هيدا اللي بيقوله هو انا سألت هيدا السؤال تأوصل للشيء الاساسي الشيء الاساسي هو الفكرة اللي عند كل الانتخابات بترافق الطيار الوطني الحر انه الطيار الوطني الحر وجبران باسيل يتخلى عن المناضلين وابناء الارض الحقيقيين لمصلحة رجال العمال او المتمولين اللي هن بيفوتوا على الليحة بيدعموا هيدا الليحة بمكان ما وبيوصلوا والليفت انه بيوصلوا على ظهر الطيار الوطني الحر او ما بنا نقول على ظهر الطيار الوطني الحر بيوصلوا على لايحة طيار الوطني الحر واسبتت التجربة وتجربة 17 شرين انه عند اول محنة بيلتوا راسهم بيتركوا الطيار الوطني الحر رح جاوبك بشغلتان أولاً اللي بيتخلى عن مناضل ما بيحافظ عليه 30 سنة بما وقعه يعني لو جبران باسيل يريد التخلى عن مناضلين ما كان دعم حكمة ديب بدورة ودورة تانية ودورة تالتة بالطالب ما أنت حفظت عليه لحكمة ديب ومش معناته كمان المناضل إذا واحد مناضل يعني لازم يبقى 30 دورة و40 دورة و50 سنة بمحله وما يزيح لغيره أو ما نعطي فرص أنا إذا بترجع لي يعني أنا أبداً مش عم بحكي بإسم الطيار الوطني الحر ولكن لو أنا قيمة على هذا الموضوع أنا بعطي بقول أنه كل شخص بيعمل دورتين بذات المنصب وبيرجع بيترك نحن من نادب التغيير ومن نادب الدم الجديد ومن نادب بأنه لازم ينعطى فرص دايماً النائب حكمة ديب لعب دور إيجابي بالبرلمان كان نائب فعال كان نائب محبوب من الناس أخذ فرصته هيداً طويلة أنا محله بطلع أنا بقول أنا أديت قصتي إلى العلا عملتي اللي لازم أعمله للتيار الوطني الحر وللبرلمان وللبنان أنا اليوم بزيع عجنب وأدعم مرشح التيار الوطني الحر كان عمل بطل ما كانت الناس عتبتة عليه هذا العتب أنه طيب بعد كل هيدا بعد متى أول معركة خيضت نيابية على الوطني الحر كانت معركة حكمة ديب واخد خضناها كلنا واقفين على إجرينا بوج يعني شو بدألك بس هيدا لا يعني أنه بتتركي زيت الشخص 30 و40 سنة مش معناته هو سي هو جيد وأعطى للبنان ولكن فيك تعطي فرصة تانية وإذا له حزوز مش كتير منيحة كمان فيك تشوفي حدثين اتنين من هو الشخص يعني كمان أنه عم يستبدل برجاء الأعمال مين استبدل ما هو رشح ألاعون اللي هو أيضاً مناضل بالتيار الوطني الحر ببعبدة ومرشح اسم تاني ببعبدة ومنشوف بعدين الليحة والتحالفات فغير صحيح أنه عم تتخلي عن قياديك قياديينك مقابل أو مناضلينك مقابل رجال أعمال لا بالعكس وجوه التيار الوطني الحر زياد أسود مناضل من الطراز الرفيع يحو مرشح ندى البستان مناضلة ولو كانت من المناضلين الصامتين وأثبتت كفاءة وجدارة سيمون أبي رميا بعده موجود بجبال وقاله من الالفين وخمسة جيمي جبور اليوم مرشح وهو مناضل قديم بالتيار الوطني الحر سليم عون مش مناضل كبير شوفي له هالستعشر اسم اللي أعلنهم جبران باسيل مين فيون منه مناضل ولكن هذا لا يعني برجع بقلك وأنا عم بقلك أنه حتى أنا هاي ما اعتمدتها بحياتي أنه دورتين ماكسيموم بكل منصب وخلاص يروح يعمل واحد شي تاني ويبقى محترم ومكرم ومعزز داخل هذه البيئة اللي ربي فيها ويكون مثال لغيره تمام الطيار الوطني الحر عم بيخوض اليوم معركة كسر القوات بالمتن لأنه اللي صار بالمتن يعني بيستحق نتوقف عنده شوي الطيار الوطني الحر من المعروف أنه عنده حاصلين بالمتن يعني عنده مقعدين مضمونين مرشح تلاتة حزبيين أو تلاتة بي رح ياخدوا من أصواته على مقعدين البعض قرأ فيها أنه هي محاولة لكسر ملح مرياشي مرشح القوات البعض رح بتحليله أبعض أنه هي ضربة للمصالحة المسيحية اللي بيمثلها إبراهيم كنعان وملح مرياشي شو عم بيصير بالمتن خلينا أقول لك رح نرجع نتمنى نصوت بالمتن أول شي ما في شي اسمه كسر وإلغاء بس من الطبيعة من اللي عم يتنافس على الساحة المسيحية أكتر شي تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية هو دي المتنافسين الأبرز فمن الطبيعة أنه يتنافسوا بس إذا أنتو عم بت يعني أو عم ينحك أنه في حدا بده يكسر حدا إذا بديك تقريه هيك مين رشح قبل الكاتوليكي طبعه هو الوات اللبنانية الوات اللبنانية كان عندهم مارونة ليش انتقلوا إلى الكاتوليكي معنى أنتا هن بدهم يكسروا كاتوليكي يعني هن خلقوا المعركة على الكاتوليكي أنت أصلا مرشحين كله كانوا موجودين تقريبا بقوا هن ذاتهن إبراهيم كان عن الياسب وصعب وقادي معلوف أنت أصلا كنت مرشحتيون هلأ بقصة الحواصل أول شي مين قال أنه عنا حاصلين يمكن عنا حاصل ونص يمكن تنين يمكن تنين ونص يمكن تلاتة يعني مش قصة أنه بس حاصلين وقعدنا على جنب إذا عندك أمل بأنه تزيد الحواصل كسوره تاخد نايب زيادة أكيد بديك ترشح مرشحين زيادة فأول شي من رشح الكاتوليكي واستبعد المارونة هو القوات اللبنانية وعندها رمزية رشحه الكاتوليكي على مقعد أدي معلوف صحيح نجل الشهيد معلوف صحيح مية بالمية يعني اللي فتح معركة الكاتوليكي بالمتن هي القوات اللبنانية وهي من أول الأقضية اللي أعلن فيها سمير جعجع مرشحينه كانت المتن وكان ملح مرياشي إذا بديك هو أساس المعركة وشوية زينة رازي الحاج وغيره فمعركتهم الأساسية هي نعم الكاتوليكي ابن الشهيد البطل العسكري بالتالي هني عملوا المعركة معركة كاتوليكي اتنين حتى لو أنت متأكدة من حاصلين فيك تراشحة ثلاثة وأربعة وخمسة ممكن تنجح معركتك وممكن تسقط بس ممكن تنجح فإذا عنديك حزوز خمسين بالمية بخمسين بالمية ما بتستسلمي وبتترك المعركة مشان هيك نعم القوات اللبنانية هي افتتحت هذه المعركة هو المنافس الأساسي القوات اللبنانية على السحة المسيحية ولكن أنت قادرة تأمن حواصل وقادرة تجيب مرشحينك ومش منطق أصلا أنه تراشح كل المرشحين ويربحوا كل المرشحين تراشح أكتر لتربحي اللي بتقدر تربحي كان في خطاب لافت جدا لسامير جعجع لما بيقول أنه كل من يتحالف مع حزب الله يعني التيار الوطني الحر مع قتلة شهداء المرفأ يتحالف مع قتلة الشهيد رفيق الحريري يعني رجعنا لاستحضار هذا الكلام وانتوا اللي معني يعني التيار الوطني الحر المعني مباشرة فيه أداش بيضر هالكلام على السحة المسيحية تحديدا للتيار صدقا ما بعرف إذا عنده توصيف تاني عن هالكلام لرئيس القوات سامير جعجع وعن الحملة الانتخابية تبع القوات اللبنانية باعتذر صار خطاب ممجوش صار خطاب بلطعمة تقليدة انه يعني انه استحضار الشهداء واللعب على الغرائز والعواطف وانه هاو دي قتلة الحريرة اللي بيتحالف معه عم بيصوت لقتلة الحريرة اللي يجيب الصوت السنة يلي بيخسره أربع خمس نواب إذا ما أجا انه عم يلعب على العاطفة السنية أنا بعتقد السنة مش رح يتخدوا بهذه اللعبة الباخة والسخيفة وانه اللي بيصوت للتيار عم بيصوت لحزب الله إليش وحزب الله شو بوي يعني انه حزب الله فريق لبناني مقاوم نوابه كويسين جيدين اشتغل للبنان ولمصلحة لبنان بس متهم انه من وراء نحن وصلنا إلى هذا الانهيار وإلى هذا الحصار يعني فيه كلام كمان يعني هيدا حديث طويل اي متى كان حزب الله بالسلطة هو والتيار الوطني يعني خلص كمان عن جد هود صرنا عم نكرر حالنا وقتا نجاوب معروف مين كانت المنظومة ومعروف مين راسة ومعروف مين الترويكا فيا ومعروف كيف فات القوات اللبنانية ولو بحصص كتير صغيرة من ضمن هذه المنظومة اللي كان يقبل بوزير واحد بس حتى يكون موجود بالسلطة بينما اجا تيار الوطن الحر وقال له لا شو عم تعمل بدنا نعيد المناصفة والشراكة والمسائية اللي حتى يرجع يركب التوازن بالبلد وهو اللي أمن له للقوات اللبنانية يرجع يفوت بعدد كبير من الوزراء ويرجع يفوت بالقانون النسبة بعدد كبير من النواب يعني نحنا عطينا هدايا للقوات اللبنانية ومش نضمنين لأنه نحنا بدنا نأمن التوازن بهذا البلد طيب انه اللي بيصوت للقوات اللبنانية مش عم بيصوت لخطاب مزدوج مش عم بيصوت لناس قالوا منفضل داعش مش عم نصوت لناس بدون يبقوا لنازحين السوريين اللي بيكلفونا 4 مليار دولار مش عم نصوت للي رؤيته العظيمة قالت انه بال2012 رح يسقط نظام الأسد وبعده لهلأ الأسد موجود ورح على الإمارات مبارح اللي عم بيصوت للقوات عم بيصوت لناس مع التطرف بفضله داعش على نظامه ودولة قائمة بفضله انه ما دعموا ولا اقتراح قانون قلوا عليها بالإصلاح ما عملوا معركة استعادة الأموال المحولة اللي هي المعركة الأساسية للناس اليوم تتنفس شوي ما دعموا القضاء ما قدموا ملف على القضاء كانوا مع القانون الأورتودوكسي وترجعوا عن القانون الأورتودوكسي اعترفوا بالفندريزينج اليوم ملحم رياشة راعة السعودية بدي شوف اذا حدث تيار وطني حر على حيالة دولة خارجية شو كانوا قالوا الناس واي أيام كانت قامة يعني هيدا الخطاب انه كتير هين انه تحكي بعكسه بس انه ما هيدا خطاب غرائزة عاطفة ما بقى بيع أنا بالنسبة لألي بالسوء اللبنانية فيوقفوا هيدا الخطاب وبدنا وفينا وما بدنا وما فينا عن جد يعني ما بعرف انه شو هالقضية العظيمة يلي حاملينا وشو هالبرنامج الملفت وشو هالمبادرات القيمة اللي عم بيقدموها وهالطروحات الفكرية نحن على قليلة عم نشتغل على برامج على طروحات عم نحكي بلا مركزية إدارية موسعة تحتى تحل كل المشكلات القائمة عم تحكي بتطبيق الدستور وبسد صغرات الدستور عم تحكي بمجلس شيوخ وبمجلس نواب على أساس أنون مختلف لحتى ما بقى يصير في هذا الصراع الطائف داخل اللعبة السياسية عم تحكي باقتصاد منتج وخطط اقتصادية قدم الرئيس عون مبادرة بالفاتيكان لسندوق دولة يعني في مبادرات عم تتقدمونيك شو عم بقدمو غير أنه اللي بيصوت لها عم بيصوت للقاتل عم بيصوت للمشكلة علما أنه هن كانوا أول من تحالف مع حزب الله بالحلف الرباعي بأول انتخابات صارت بعض الانسحاب السوري مش بس تحالفوا مع حزب الله يعني هذي كمان مش لازم ننسيها يعني هذي أنا ما قالي حق أولى يمكن حزب الله بيقول ولكن بقوا من تحت الطاولة اللي حقين حزب الله أنه دخيل إجراء يكون حكو معنا يعني مالمحاضر كلها شادة وما في شي مخفى بهيدا البلد أنه بدك تتحالف مع بدك تحكي مع حزب الله من تحت الطاولة لأنه فريق حاضر وقوي وموجود وبتعرف أنه ما فيك تشيله وبدك بذات الوقت تسير الخارج اللي عم بيقبضك مصاري وتعمل مشروع ضد حزب الله بعدين يعني بمواين كن اليوم يعني سوريا عم تحكي مع الإمارات السعودية عم تحكي مع إيران إيران عم تحكي مع أمريكا وإن بعضهم بيقولوا لك حزب الله وإيران ونظام السوري هذا المدين سألك كيف في تطور عم بيصير على صعيد العلاقات اللبنانية الخليجية حتى اليوم الرئيس مئاتي بيقول أنه خلص الأمور نحلت وبيخ واتيمة قرينا أنه السفير السعودي البخاري عائد إلى لبنان بالأيام القليلة المقبلة هذا المشهد لشو بيأشر لأنه ممكن ينقرى من زاويتين زاوية أولى إلى أنه الانتخابات حاصلة الأكترية ستبقى بالمكان اللي هي موجود فيه الخارج تنع بهذا الشي وعم بشوف كيف بده يتعامل مع هذه المرحلة لخلص ثبتت الشرعية لهذا الفريق نظرة تانية بتقول أنه لأ نحن رايحين إلى تصعيد كبير قبل الانتخابات والخارج لن يقبل هاك يعني اللي عامل حصار على لبنان سنتين وشوية مش هيك رح يسلم بالبساطة برأيك لوين الأمور رايحة أنا أقرأ هذه المبادرة خليني سميها السعودية باتجاه لبنان من الثلاث زاوية الزاوية الأولى إلى علاقة بالسنة بلبنان لأنه من بعد ما اعتبروا أنه بيزيحوا الحريري وبيرجعوا بيرسموا المشهد السنة بلبنان عن جديد يبدو أنه المعرة كان قلبت بخلاف ما هنه كان بدون وسعد الحريري إذا بدك استقطب الوجدان السنة من وراء اللي صار معه وما زيحوا سعد الحريري وحققوا النتائج اللي أنه خلاص خلصنا منه ومنرجع من عيد صياغة الواقع السنة بلبنان عن جديد فبالتالي الواقع السنة وأكيد السعودية بيهم سنة لبنان وهيدا تاريخيا وما بيهم سنة لبنان وسنة المنطقة والسنة بالعالم وبالتالي سنة لبنان هنه جزء من اهتمام السعودية يلي صار فيه تضعضع بالقاعدة صار فيه بدل ما دغري ترجع تركب المشهدية لا صار فيه انجزاب من الوجدان السنة أكتر وأكتر تجاه سعد الحريري فهذا الوضع مش مريح السعودية ومشان هيك بدا تجي على لبنان وأنا أعتقد أنه وليد البخاري رح يجي على لبنان وسيلتقي المفتي دريان يعني واحدة من أول لقاءاته ستكون مفتي دريان تحتى يفوته من خلال رجال الدين وليس من خلال رجال السياسي لأنه من خلال رجال السياسي ما قدروا يشتغلوا إذا بدك المشهد الجديد سكرت لكتوريلي يلتقي سامير جاجع على أساس آخر لقاء عمله مع سامير جاجع هذا لقاءة دويمة بس على الساحة السنية رح يكون اللقاء الأبرز مع المفتي وليس مع شخصيات سياسية سنية لا القيادات السياسية في معراب مفتوح الباب دايما التاني شئ اللي علاقة بالانتخابات لأنه نعمة سعودية كمان بيهمة أنه تستثمر بالانتخابات خاصة وأنه فيه شعور بأنه كمان السنة متململين أنه حلفاء السعودية وضعيتهم مش منيحة طلبة السعودية تقارير من لبنان لا تشوف شو الوضع وكمان أجت النتائج مغايرة لأحلام البعض من حلفاء فكمان بدا تجي تجرب تلملم هذا الوضع لما يسمى بين مزدوجين بس نعرف عن مين عم نحكي بقايا 14 أدار إذا بدك وجزء من 17 تشرين فكمان هيدا المشروع حسته أنه مضعضع ومشراكب اللي هو بإيادة سمير جعجع فبدا تجي تشوف شو فيها تعمل لتحسن هذا الوضع والثلاثة فيه المتغيرات الأقليمية والدولية يعني السعودية ما بقى فيها تكون هالأد مسكرة على لبنان وعم بتقاصس لبنان بيظل حوار سعودة إيرانية وحديث للأمير محمد بن سلمان أنه هي شقيقة وبدنا إيران شقيقة وبدنا علاقات منيحة معها طيب نعمل علاقات منيحة مع إيران ومنسكر الطريق على لبنان لأنه حزب الله حليف إيران اتنين الوضع الخليجي يبدو عم يتغير تجاه سوريا كمان أنه ما فيك بقى تقول أنه رايحين على لبنان بهيدا المحور ما أنت عم تحكي مع هيدا المحور هيدا المحور أمريكا عم تحكي معه اليوم أعلن وزير الخارجية الإيرانية أنه رايحين على اتفاق قريب للنووي فكل هذه المتغيرات الأقليمية والدولية الطرح اللي طرحته السعودية هلأ رفضوا الحوثيين ولكن طرحت أنه ينعمل أحوار بالسعودية بالرياض ويشارك فيه أنصار الله والحوثيين وهيدا لأول مرة بتنطرح هلأ أكيد الحوثي رفض من مبدأ أنه ما فينا نعمل تسوية أو مفاوضات بنزاع على أرض شريكة بهذا النزاع لازم تكون على أرض محايدة فكل هذه التطورات مع الحرب الروسية الأوكرانية وشو ممكن تكون نتيجة تجعل السعودية لأ ما بقى فيها تكون مسكرة الباب بدأت ترجع تفتح هذا الباب خاصة أنه فعليا لبنان ما عمل زنب تجاه هذا واضح يعني منك شايفتها بطريقة سلبية لا لا أبدا أنا أبدأ أشكرك على حضورك معنا العالمية والكاتبة السياسية ريندالا جبور ومبروك فوزك بالنقابة نقابة العاملين بالإعلام المرء والمسموع شكراًا كتير لألك مبروك ألف مبروك نفسي رتا مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء